مرحبا الخير طلابي الأعزاء اليوم الثلاثة المصادف 17-3-2020 راح نشرح علوم الصف الثالث موضوع اليوم هو التربة شرحنا بالدرس السابق الصخور وتعرفنا على أنواع الصخور اليوم إن شاء الله راح نشرح التربة ونتعرف على التربة وأنواع التربة وألوان التربة ما التربة وما مكوناتها أول شي راح نجي على التربة التربة أحنا كنا بالبيت عندنا حديقة هذه الحديقة ش تحتوي عليها بداخلها تحتوي على التربة التربة معناها الطين الطين هو اسمه التربة والتربة راح نشوف من شنو متكونة التربة متكونة من فتاة الصخور والمعادن وبقايا الكائنات الحية المتحللة التي تعرف بالسماد أعين مين تتكون التربة؟ تتكون من فتاة الصخور الصخور تتفتت الصخور تتفتت والمعادن وبقايا الكائنات الحية بقايا الكائنات الحية عرفونا بالسماد شنو يعني؟ يعني الفضلات مال الكائنات الحية هي تعتبر سماد المن سماد للتربة راح تقويها وتحتوي داخلها على مواد مغذية المن للتربة الصخور راح نجي عليه الشون راح تتفتت الصخور تتفتت الصخور بتأثير العوامل الجوية أكو عوامل جوية راح تأثر على الصخور مما تجعلها تتفتت هذه الصخور شنو يعني العوامل الجوية؟ مثل الرياح والأمطار الرياح والأمطار هي من العوامل الجوية التي تفتت الصخور وتحتاج التربة إلى مدة زمنية طويلة لتكونها قد تتمدد آلاف السنين تحتوي التربة أيضا على الماء وهواء وجذور النباتات راح نجي شنو داخل التربة؟ داخل التربة تحتوي على ماء وهواء وجذور النبات أحنا أخذناه بالفصل الأول إنه شنو وظيفة الجذر؟ منو يذكر يا شاطر شنو وظيفة الجذر؟ الجذر وظيفة ش يسوي يمتص الماء والهواء والمواد المغذية مين من داخل التربة؟ هس راح نجي نشرح لكم شنو يعني التربة؟ هذا نموذج أخذت من الحديقة اللي هي التربة باع ماما هذي التربة متكونة من شنو؟ من فتاة الصخور معادن وبقايا الكائنات الحية؟ يقول شنو يعيش داخل التربة؟ داخل التربة تعيش ديدان تعيش ديدان اخذت لكم حسنا نفتحها لهذه باع ماما هذي التحرك هاي اللي طلعت هسه هذه هي دودة الأرض دودة الأرض وين تعيش دودة الأرض؟ خلي نحركها شوية على مون تتحرك شوفوها أكثر وين تعيش دودة الأرض؟ تعيش دودة الأرض؟ في التربة بس لها فائدة كلش شبيرة دودة الأرض خلي نجي نشوف فائدة دودة الأرض تعمل على تفتيت التربة بعض الدودة هذي من داخل التربة ش رح السوي شهن فائدتها؟ فائدتها رح تفتت التربة وتسمح للهواء والماء بالدخول للتربة راح تتفتت التربة من رح تدخل هذي الدودة اللي الارض? رح تفتتها شين رح تفتتها؟ رح تسوي فتحات صغيرة داخل التربة رح تسمح لالماء والهواء بدخول التربة التربة مورد طبيعي هنانا رح نعرف التربة شنو معنات التربة التربة مورد طبيعي شنو طبيعي يعني رب العالمين خلاقها الله سبحانه وتعالى خلاق التربة فهي مورد طبيعي له أهمية كبيرة تعد التربة المكان المناسب لنمو النباتات فمن دون التربة لا تنمو النباتات ومن ثم لا تحصل الكائنات الحية على غذاؤها النباتات إذا ماكوا تربة ما رح تقدر تعيش تربة هي كلش مهمة لحياة الكائنات الحية لون التربة على مكوناتها للتربة ألوان تعالوا خلي نشوف كنه هنا لون تربة وهنا عندي لون مختلف عن هذه التربة وهناها ماتين لون مختلف عن هذه التربة رح نجي نتعرف على ألوانها وليش اختلفت الألوان دا شوفون ماما شون مختلفة هنانا لون بني غامق عليه سواد هنانا لونها أحمر هنانا التربة لونها بيضاء رح نجي نشرح ونشوف ليش اختلفت لون التربة تختلف لون التربة باختلاف مكوناتها باختلاف مكوناتها فيكون لونها بني غامق أو أسود باعوا هذه بني غامق أو أسود إذا كانت التربة غنية بالسماد تعرفنا على السماد شكنا السماد منه من بقايا الكائنات الحية إذا كانت التربة غنية بالسماد باعوا لون ماله يكون بني غامق أو أسود بينما إذا كانت التربة لونها أحمر باعوا هذه التربة التربة لونها أحمر فإنها تحتوي هذه التربة على نسبة عالية من الحديد شتحتوي هاي التربة الحمراء نسبة عالية من الحديد هذه التربة يا لون دنشوف هاي لون هاي بيضاء بينما تكون بيضاء إذا كانت مين من الصخور باعوا ماما إذا كانت من الصخور بيضاء أعيد يختلف لون التربة باختلاف مكوناتها إذا كانت غنية بالسماد لون هيكون بني غامق أو أسود إذا كانت تحتوي على نسبة عالية من الحديد لونها أحمر لنشوفها أحمر إذا كانت التربة من الصخور فإن لونها أبيض هسه اللي أطلبها من عدكم ماما بعد ما شرحنا الموضوع التربة كل السهل وحلو إنه نفتح دفتر العلوم والرتبة بهذا الشكل نكتب الفصل التاسع موضوع التربة ونبجي نعرف التربة نكتب التربة رح نجي نعرف التربة التربة شقلنا عليه هي مورد شبيه طبيعي هي مورد طبيعي له له أهمية له أهمية والتربة والتربة هي المكان التربة هي شنو؟ هي المكان المناسب منو ينمو بيها للتربة؟ لنمو النباتات منو تنمو داخل التربة؟ النباتات فمن دون التربة فمن دون التربة لا تنمو انتبهوا لا تنمو النباتات ولا تحصل الكائنات الحية على غذاؤها سأعرفنا سأعرفنا تعريف التربة سأعرفنا تعريف التربة ما قلنا على التربة؟ هي مورد طبيعي له أهمية والتربة هي المكان المناسب لنمو منو ينمو بالتربة؟ النباتات فمن دون التربة لا تنمو النباتات ولا تحصل الكائنات الحية على غذاؤها؟ هسا نجرس خط راح نجي ننطي سؤال سؤال ممن تتكون التربة؟ ممن تتكون التربة؟ جواب مين تتكون التربة؟ ش قلنا عليها؟ واحد تتكون من؟ فتاة الصخور يعني الصخور تتفتت شون تتفتت؟ بالعوامل الجوية اللي هي كالرياح والأمطار نان المعادن ثالثا بقايا الكائنات الحية هاي ماما نحفظها حفظ يجيكم السؤال ممن تتكون التربة؟ واحد فتاة الصخور اللي هي قلنا عليها الصخور تتفتت ثانيا المعادن ثالثا بقايا الكائنات الحية اللي قلنا عليها هي منو السماد هسا راح يجينا السؤال ممن تتكون التربة؟ ممن تتكون التربة؟ جواب مين تتكون التربة؟ شقنا عليها؟ واحد تتكون من؟ فتاة الصخور يعني الصخور تتفتت شون تتفتت؟ بالعوامل الجوية اللي هي كالرياح والأمطار نان المعادن ثالثا بقايا الكائنات الحية هاي ماما نحفظها حفظ يجيكم السؤال ممن تتكون التربة؟ واحد فتاة الصخور اللي هي قلنا عليها الصخور تتفتت ثانيا المعادن ثالثا بقايا الكائنات الحية اللي هي قلنا عليها هي منو السماد هسه رح يجينا سؤال يختلف يختلف لون التربة باختلاف مكوناتها شيريد من عندي؟ يريد ما هي ألوان التربة يريد التربة لها ألوان شنو ألوانها؟ هاي تجيكم يا أما التعداد يا أما فراغات واحد نان ثلاثة أو يقول لك السؤال للتربة ألوان مختلفة ما هي ألوانها؟ رح نجي تشوف شنو ألوانها واحد بني غامق أو أسود إذا كتبنا بني غامق صح إذا كتبنا أسود صح وإذا كتبناهم أثنيناتهم صح يعني مو شرط أنه نكتب هنا أثنيناتهم اثنان أبيض ثلاثة أحمر هذه ألوان التربة عرفنا إنه إذا بني غامق أو أسود شبيه التربة غنية بالسماد إذا أبيض من مين متكونة من الصخور إذا أحمر تحتوي على نسبة عالية من الحديث راح نكتب هنا فراغات مهمة فراغات مهمة وراء ما خلصنا التلخيص هنا أنا ماما وكتبنا مثل ما أنا هسا كتبت لكم راح نكتب الفراغات واحد يكون هسا راح نتعرف على أنواع التربة كم نوع لأنواع التربة؟ ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع واحد التربة الرملية اثنان التربة الطينية ثالثا التربة المزيجية التربة أنواع التربة تعرفنا على التربة سرح نتعرف على أنواع التربة التربة الرملية التربة الطينية والتربة المزيجية إن شاء الله بالدرس القادم راح أشرح لكم التربة الرملية والتربة الطينية والمزيجية وأيهما أفضل أنواع التربة اللي أطلبه من عدكم ماما طلاب إنو هذا الواجب البيتي اللي انطيته لكم اللي هي املأ الفراغات عدكم أربع فراغات لح أطلبه منكم إنو تكتبوه داخل الدفتر وتجاوبوني عليه وكل طالب لح يكون اسمي لي فوق بالرصاص على الدفتر مالي على مد أعرف أسماء الطلاب والواجب مالتهم راح أكون متابعة لكم الفراغات واحد يكون لون التربة فراغ أو فراغ فراغ إذا كانت التربة غنية بالسماد بالسماد يا لون راح يكون لونها اثنان يكون لون التربة فراغ إن كلا إذا كانت إذ من هذا إذا كان إذا كان سماد ثالثem يكن فراغ لون التربة فراغ إذا كان أو إذا احتوى ت التربة على نسبة عالية من الحديد يا نون إذا كان بها حديد رابعا يعيش في التربة يعيش في التربة فراغ فراغ تعمل على تفتيت التربة وتسمح للهواء والماء بدخول التربة هذي عدكم أربع فراغات هاي عدكم أربع فراغات الأريدة من عدكم هاذا يكون واجب بيتي واجب بيتي تحلوه ودزوه على الفايبر وأنا رح أكون متابعة لكم من خلال الفايبر هسا راح نتعرف على أنواع التربة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا